رغم حلوله وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر إلا أن المنتخب الوطني سجل اسمه بين كبار قارة آسيا بأداء استثنائي للحديث عن أداء المنتخب الوطني ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الناقد الرياضي مفيد حسوني صباح الخير سيد مفيد يعني تابعنا يوم أمس هذه المباراة وأيضا كنا نتابع أداء المنتخب الوطني مباراة الأمس لدى العديد من متابعي كرة القدم بعض الملاحظات عليها أبرز ملاحظات حضرتك على مباراة يوم أمس بكل تأكيد صباح الخير صباح الخير للوطن وكل أبناء الوطن بكل تأكيد إحنا فخورين جدا باللي حقق النشامة في أكبر بطولة في أكبر قارة يعني إحنا كان عندنا إنجاز وصلنا مرحلة الإعجاز فهذا كله مصدر فخر واعتزاد لكل أبناء الوطن وشفنا حالة الفرح اللي يعني انتابت كل الأردنيين في كل وأينما تواجدوا في الأردن أو في المهجر كانوا كلهم صعداء وفخورين جدا بالنتائج والأداء المشرف اللي قدموا النشامة على امتداد مبارياتهم في البطولة إحنا رحينا على قطر كأس آسيا ما كان عندنا طوال محلال لنصل دور قبل نهاية ولا حتى المباراة نهاية فإحنا وصلنا للمباراة نهاية بالنسبة إننا إحنا كأردنيين وبالنسبة إننا إحنا كمتابعين لكرة القدم اللي وصلنا له قياسة الإمكانات الموجودة عندنا في الأردن متوفرة سواء البنية التحتية أو المكانات المادية أو إلى غيره إحنا بالنسبة إننا حققنا إعجاز كبير جدا بكرة القدم الأردنية وصلنا لأعلى مكان ممكن نصله هي إننا تكون في مباراة نهاية في أكبر بطولة في أكبر قارة عوج الكرة أرضية فعلى ذلك إحنا حتى مع الخسارة أمس والخسارة اللي يعني فضايات عربية عديدة تحدثت عن الظلم التحكيمي اللي تعرض له النشامة في المباراة الختامية فكان طبعا بوجود صاحب السموماكي ولي العهد الأمير الحسين ومع ذلك إحنا فخورين جدا بالنتائج وبما وصل إلى النشامة سيد مفيد أنت ترى أن هناك كانت مشاكل في التحكيم بالتأكيد يعني إحنا نحكي عن نفسنا بجوز ما نكون محايدين حتى الإخوان القطرين لما يشيدوا بالتحكيم برضو مش محايدين أنا أبدأ أربط الحديث ما تم أمس عقب المباراة المباشرة في حليل الفضائيات العربية والقارية في كل الفضائيات السعودية العراقية والإماراتية كلهم أشاروا إلى أن الأردن تعرض إلى ظلم التحكيمي وأنا من خلال متابعة إلى كرة القدم المحلية والعربية والقارية ودولها منذ أربعين سنة أول مرة بحياتي بشوف في مباراة ختامية فيها ثلاث ركلات جزاء يعني ما صارت بالتاريخ للدنيا كلها فيعني المنتخب قطري الشقيق نقول له أوش مبروك بكل تأكيد من بريكله لكن أنه فريقي يسجل ثلاث أهداف من ثلاث ركلات جزاء ما صارت بالتاريخ يعني الركلة الأولى والثالثة ربما كان عليهم لغط والله هو لغط موجود بكل تأكيد يعني إحنا نظرنا حتى الركلة الثالثة طب أنت بتأشر التسلل كيف صارت بل أنت ما أحد أعرف بعدين أنت الإعادات على التلفزيون ما كانوا سعونه إعادات الفار اللي هو بنسند عليها للحكم المباراة ما شكنا الحقيقة بوضوح يعني ما كانوا فرجونا الإعادات الكاملة إحنا دارت الحكام عندنا في الأردن خرجوا أمس وأشاروا إلا أنه الثلاث ركلات لم يكن يستحق المنتخب قطر سيد مفيد نبارك طبعا لمنتخب دولة قطر الشقيقة وإنجازهم عظيم ومشوارهم طويل ولديهم تاريخ حافل في كرة القدم مبارك لقطر أعود إلى المنتخب الأردني كيف سينعكس هذا الأداء على ترتيب منتخب الأردن عند الفيفا بكل تأكيد الآن أنت الوصول لك هاي المرحلة رح تتحسن تصنيفنا بالفيفا اللي رح تصدر لآخر الشهر رح يكون عندنا إحنا بالأردن تصنيفنا هذا التصنيف ما يتحسن بسيء يتحسن في أمور القراءات البطولات المقبلة نعم إحنا اليوم مقبلين على تصفيات كأس العالم إذا إحنا خلصنا إشي مهم جداً وإنجازنا إشي مهم جداً كأس آسيا عندنا الأهم إحنا اليوم شفنا منتخبنا كيف عم بأدي وكيف عم بسوي نتائج صلنا متفائلين كتير إن نكون إحنا بكأس العالم 26-26 إحنا منحقنا اليوم الأردن طالما إحنا وصلنا وصيف بطل آسيا عند تاني آسيا قارة آسيا إحنا اليوم عندنا 8 مقاعد لقارة آسيا في كأس العالم 2026 إحنا اليوم ننظر للمنشامة إن إن شاء الله رح يكونوا موجودين بكأس العالم لأول مرة بطريقة الأردنية هذا إشي طبعا بنعكس إيجابي على كل منظومة قرط قدم لكن إحنا يجب أن نبني على هذا الإنجاز ولا أنه نكون بعبارة عن لحظة وراحة هذا الحكي يتطلب من انتهاد قرط قدم عمل كامل متكامل قطط استراتيجية يكون لدينا بنية تحتية يكون لدينا فريق رديق زي المنتخب الأول الموجود لدينا اللي يكون يعطي المنتخب الأول اللاعبين على مدار السنوات ما يصير لدينا زي ما صار قبل عشر سنوات سيد مفيد كيف نستطيع أن نبني على هذا الإنجاز وأن نحافظ عليه بنفس التشكيلة وبنفس المدرب يعني ما المطلوب اليوم حتى نبقى بنفس هذا المستوى والله بالنسبة للمدرب ينبير حقب الامبراط الصيحات شوي فيها علامات استفهام يعني الكابتن حسين عموتة احنا كتير انتقدناها مقبل بطولة لأن احنا انتقبنا قبل بطولة ما كان بصر بالحد ونتائجه سيئة وأداءه سيئ لكن بما حققه بالبطولة كل ياتنا شهدنا بالكابتن حسين عموتة الكابتن حسين عموتة امس بعد الممبارات تصريحاته انه يسافر على المغرب وعنده ظروف حالية وبعدين بقرر مصيره يبقى او لا يبقى مع المنتخب النشامة فيعني ممكن هالي يأثر على مسيرة النشامة فيما لو تخلى عنه الكابتن حسين عموتة في هذا التوقيت احنا لجب ان الاتحاد كرة قدم ان يبني على هذا الإنجاز من خلال طبعا ان البنية التحتية عندنا مفروض تقنية الفار اللي احنا مبارحي خصترتنا المبارات مباشرة يجب ان يباشر الاتحاد كرة قدم بانه انشاء تقنية الفار في بطولات الدور الأردني لانه لا يعقل انه احنا منتخبنا بصل لهذه المرحلة من كاس آسيا واحنا عمنا تقنية الفار يجب على الاتحاد انه يستغل لهذه الحالة لكل الوطن اللي تم حول النشامة انه يجيب شركات راعية لا يجوز دور المختلفين عندنا بالأردن بدون شركة راعية حتى الآن هذا الحكي طبعا بنعكس سلبة على الاندية احنا اندياتنا نغات اليوم بتعاني معاناة مادية كبيرة كل الاندية عليها التزامات مالية كبيرة وفي اندية حتى الآن حتى لعبيتها مضربين عن التدريبات لانه ما عندهم مستحقات مالية بتاخدوش رواتبهم بانتظام الشهرية من اندياتهم لذلك على الاتحاد اليوم احنا نفذنا بجائزة مالية قدرها 3 مليون دولار الحكومة قدمت مليون دولار الشركات خطاع خاص قدموا حوالي كمان مليون صار فيه خمسة مليون دولار او اكتر شوي بصندوق الاتحاد في غضون 48 ساعة لذلك مطلوب من الاتحاد انه يبنع هذا الانجاز بخطط استراتيجية طويلة الامد وانه يكون عندنا بنية تحتية تتناسب مع حجم الانجاز لحقق النشامة لا يعقل انه احنا نكون وصيب بطل آسيا واحنا عندنا ملاعبنا بهذا الشكل لا يجب ان نكون احنا وصيب بطل آسيا واندي يكبيري عندنا بالأردن لا تقوى على صرف رواتب لايبين نعم بدي اشكر وجودك معنا راقد رياضي مفيد حسوني كنت معنا من عمان عبر سكايب شكرا جزيلا لك